الباني شو يسوي تورط فقام يأكل بنفسه هو سهل عترتي وبنفسك كتاب ثاني يقول لا أرجع إلى السلسلة الصحيحة فإن فيها سنتي لك يا بنت ليش تجذب ليش تكذب على يعني أنت الآن لما يلحدوك في القبر أنت الآن يا سن يا سن أنت مو أمامك الآن إحنا عرضنا الكتاب شو بهذه الطبعة هو عرض وثيقة وأنا جبت لك الكتاب المطبوع أمامك كتاب مطبوع وهذا كتاب مطبوع هنا يقول عترتي ونفس الرجل هنا في وين أبو هنا أبو باقر يقول لك سنتي نفس الألبان ويقول نفس الرقم اللي موجود هنا إذن هذه نقطة مهمة جدا أبو باقر نستفاد منها شنو أحزن اسمع الضربة القاضية في هذه القضية طبعا أنا لا أدري أبو باقر راح يتكلم في هذه القضية ولا لكن أنا راح أضرب عن طريق الأخ أبو باقر ضرب أخواني لما النبي صلى الله عليه وآله ترك لنا السنة السنة واجبة الاتباع ولا ممكن أن نقول كتاب الله مريد سنة الجواب إذا مريدت سنة تكون زنديق لماذا؟ لأن القرآن يقول لك ما أتاكم الرسول فاخذ فواجبة الاتباع إذن أنت لما نتبدل العترة بكلمة السنة لأنك تحس أن العترة واجبة الاتباع لكن ورطة فشو تسوي؟ رفعت العترة وضعت السنة يعني لو أننا صححنا لك وقلنا لك ارجع واتبع العترة كما أنك صلحت فالعترة واجبة كما أن السنة واجبة ليش؟ لأنك رأيت الأمرين بميزان واحد أنت ليش رفعت العترة ووضعت السنة حتى تكون لازمة الاتباع طب الآن لو صححنا لكم الخطأ وعرضنا لكم الآن إذن المراد من حديث عترتي هو الاتباع مش المحبة والدليل على ذلك أنه بدلتم العترة إلى السنة واضح الكلمة؟ لذلك أنتم تعرفون أن الحق معنا وأننا أهل الحق وأن هؤلاء علماؤكم يعرفون أنه نحن على الحق وأننا أتباع العترة وما عندكم شيء في السنة ولكنه العناد هو ماذا يقول؟ يقول جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال الآتي في كتب الشيعة قالوا عليكم بالكتاب والسنة زينة إحنا قلنا عليكم بالكتاب والسنة ومن هو منكر السنة؟ لكن السؤال لمن الصادق في البحار في البصائر في الأمالي في كذا قال عليكم بالسنة هل إحنا لمن يروي الصادق عليكم بالسنة؟ يعني عليكم بالبخاري ومسلم لو نحن السنة أنا وأجدادي وأوضائي عندما تكلم الإمام الصادق شوف التحريف لأنه ماذا فعل؟ كتب في محرك البحث وقال عن الإمام الصادق أنه عليكم بكتاب الله وسنة نبيه انظروا يا شيعة في كتبكم موجود سنة موجود سنة لكن سنتنا مش سنتكم لأن الإمام الصادق ما يقول اتبعوا البخاري والتبعوا كذا والتبعوا كذا إحنا سنتنا أنه أجداده علمه الصادق عليه السلام هو علم أجدادي فهو يستخدم فقط المصطلح حتى يلبسك الأمر والأمر ليس كذلك